وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل اللهم اجعل هذا اللقاء لقاءا مباركا نافعا مفيدا أخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد ببرنامجكم وسيكون حديثي في هذا اليوم حول خلق من أعظم الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا ويحبها نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم بل إن النفوس مجبولة على محبة هذا الخلق العظيم ذلك أن الأخلاق في الإسلام تمثل قيمة عالية بل هي من الدين ولذلك ربنا جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم وبعث أنبياءه ورسله بالدعوة إلى الأخلاق الطيبة من صدق الحديث ومن إطعام الطعام ومن بذل السلام وجملة كبيرة من الأخلاق التي لا تخفى عليكم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعدت لأتمم صالح الأخلاق ولذلك الأخلاق في ديننا أيها الإخوة والأخوات لها مكان ومنزل عالي بل أخذت مساحة كبيرة في الكتاب والسنة من حيث الأمر الأمر بها والنهي عن ضدها ونبينا عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله جل وعلا كانت هناك أخلاق عند الناس منها ما هو يتوافق ما يتوافق مع ما يتوافق مع أمر الله عز وجل وما دعت إليه الشريعة ومنها ما يتعارض مع أخلاق الشريعة فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى الأخلاق السيئة ونهى عنها وأمر بتركها وأما الأخلاق الطيبة فأكد عليها صلى الله عليه وسلم وشدد عليها وأيضا أضاف جملة من الأخلاق العظيمة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها إخواني وأخواتي هذا الخلق الذي أريد أن أتحدث عنه هو خلق الستر خلق الستر هذا الخلق العظيم الذي تشنف له الآذان وتطرب له الأسماء وتطير له القلوب فرحا هذا الخلق العظيم هو الذي في واقع الأمر متى ما إن وجد استقامت حياة حياة الناس وأصبحوا في عافية وتلذذوا في هذه الدنيا وتنعموا بها ولذلك ربنا جل وعلا وصف نفسه بالستر سبحانه وتعالى ومن أسمائه الستير ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى ولذلك ربنا جل وعلا يحب الستر ويدعو إلى الستر جل وعلا وتقدس يقول سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال الضحاك وهو أحد وإمة التفسير وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة قال نعمة الإسلام وباطنة قال الستر قال الستر نعم ولذلك ربنا جل وعلا ستير يستر على عباده فالله جل وعلا يعلم أحوال العباد ولذلك يسمع كلامهم ويرى حالهم ويعلم سرهم ونجواهم لا تخفى على الله جل وعلا من عباده خافية فالسر عنده علانية سبحانه وتعالى بل ربنا جل وعلا يعلم خلجات الضمير وخفايا الصدور وبواطن القلوب يعلمها سبحانه وتعالى ولذلك هو يعلم السر وأخفى السر وأخفى فالذي أخفى من السر ما يمكن أن يطلع عليه إلا الله جل وعلا والمقصود إخواني وأخواتي بأن الله يستر على عباده لكم أن تتخيلوا إخواني وأخواتي لو أن للذنوب روائح لو أن للذنوب روائح كيف تكون أحوال الناس مع بعضهم بعض ولو أن لكل ذنب رائحة كريهة ما يمكن أبدا أن يعيش الناس عيشة هنية ولا أن يعيشوا حياة رضية كيف لو أن الإنسان لو أذنب ذنبا كتب على جبينه نسأل الله العافية والسلام كيف لو أن عبدا أذنب ذنبا فكتب على باب بيته يذكر علماء التفسير أن من بني إسرائيل أقوام لما شددوا شدد الله عز وجل عليهم ولذلك كان الرجل منهم إذا أذنب ذنبا في بيته أصبح وقد كتب على باب بيت أن فلانا أذنب هذا الذنب أن فلانا أذنب هذا الذنب والمقصود أخواني وأخواتي بأن ستر الله عظيم حتى يوم القيامة يوم القيامة ربنا جل وعلا يدني العبد منه فيقرره بذنوبه يقول تذكر ذنب كذا فيقول نعم تذكر ذنب كذا فيقول نعم تذكر ذنب كذا فيقول نعم حتى إذا قرره يقول العبد هلكت فيقول الله جل وعلا لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم الله أكبر ربنا جل وعلا ستير يحب السثر سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة ما يفضح العبد الذي تاب إلى الله جل وعلا فمن أذنب ذنبا في هذه الدنيا ثم تاب إلى الله جل وعلا منه واستغفر الله سبحانه وتعالى منه فإن الله تعالى يستره يوم القيامة ولذلك ربنا جل وعلا لما يأتي العبد يقرره ويجعله يعترف حتى لا يظن بأن الله لم يعلم ذنبه تعالى الله بل الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما من حبة في ظلمات الأرض ولا ذرة في أو هباءة في هذا الملكوت إلا ويعلمها سبحانه وتعالى فلما يقرره ويرى بأنه خلاص قد هلك يبشره الله جل وعلا فيقول له لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيام الله أقول لذلك ربنا جل وعلا يستر على عبده يوم القيام بسبب التوبة لأنه تاب إلى الله توبة نصوحة استجمعت الشروط الشرعية وانتفت عنها الموانع ولذلك يستره الله جل وعلا هذا الستر العظيم وربنا جل وعلا حيي ستير ستير سبحانه وتعالى يحب الستر ويدعو إلى الستر سبحانه وتعالى وعز ولذلك من رحمة الله بنا أنه يستر علينا الآن العباد يعصون الله ويذربون ويجاهرون الله بالمعصي ويستر عليه حتى أن الرجل ليظهر أمام الناس بوجه أبيض مثل ما يقولون وبقيمته وبوضعها الطبيعي ووالله لو علم عنه الناس ما سلم عليه أحد ووالله لو علم عنه الناس ما اقترب منه أحد ووالله لو علم عنه الناس ووالله لو علم عنه الناس لنظروا إليه شزرا ولذلك يقول بعض السلف الحمد لله الذي يسترنا ونحن نعصيه ويقول بعض السلف والله إني ما أدري بأي نعمتين أشكر الله جل وعلا على ذنب ارتكبته فسترني الله عز وجل أم على نعمة أنعم بها علي سبحانه وتعالى فأشكره عليها جل وعلا وتقدس والمقصود إخواني وأخواتي بأن الله ستير يحب الستر يدعو إلى الستر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أهل حياء وأهل ستر موسى عليه الصلاة والسلام معروف بالحياء وبالستر حتى إنه ما كان يري جلده أحدا فكان إذا اغتسل استتر في مكان ما يراه أحد حتى إن اليهود آذوه قالوا بأنه ما يستتر هذا الاستتار إلا وفي جلده شيء وجاء في لف الصحيح بأنه آدر يعني ليس عنده آلة الرجول والفحولة يتهمونه في ذلك فالله جل وعلا يقول ولا في كتاب العزق ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فالله جل وعلا أثبت لهم بأن موسى مكتمل الرجولة ومكتمل الذكورة وليس به عيب كما أشاع عنه قومه حينما قالوا بأن فيه شيء وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم كان حيي حتى إنه لما وصف صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه وستره أنه كان يعرف الحياء في وجه عليه الصلاة والسلام وكان يقول إن الله حيي ستير إن الله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يكشف الإنسان ستر الله عليه ولذلك قال من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله والمعنى بأن الإنسان لا يأتي فيفضح نفسه وقد ستره الله سبحانه وتعالى ولذلك إخواني وأخواتي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالستر ودعانا إلى الستر وحتى في تعاملنا مع ربنا جل وعلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى أن قال لا يعني لما ذكر قضية العورة قال لا تري عورتك أحدا إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال بعض الصحابة يا رسول الله الإنسان يكون في الخلوة يعني ما أحد يراه قال فالله أحق أن تستحي منه الله أحق أن تستحي منه ولذلك الإنسان لابد أن يكون دائما عنده هذا الخلق خلق الحياء خلق الستر دائما يعتقد بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم خلاجات ضميره وخفايا صدره بهذا المؤمن يكون فعلا ممن يراقب الله جل وعلا حق المراقبة حق المراقبة ولذلك أخواني بارك الله فيكم أول المسائل التي ينبغي للإنسان في واقع الأمر أن يسترها على نفسه متى ما إن وقع في ذنب أو خطيئة أو معصية أو قارف شيئا من هذه القاذرات فلا يجوز له أن يفضح نفسه ولا يجوز له أن يقول للناس بأنني والله أنا فعلت وفعلت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا المجاهرين فقالوا ومن المجاهرون يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وذكر بأنهم الذين يرتكبون الذنب فيسترهم الله ويصبحون يفضحون أنفسهم أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم والمعنى بأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا أو خطيئة أو وقع في معصية لا يجوز له أن يتحدث بها أمام الناس والناس على ضربين وقسمين في هذه المسانة القسم الأول والعياذ بالله هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويريد في واقع الأمر أن يذيع مثل هذه المعصية حتى الناس يفعلون مثل فعلته وهذا والعياذ بالله مرتكب لذنب عظيم وواقع في خطر جسيم هذا الذي يريد الناس أن يرتكبوا مثل ما يرتكبوا لذلك يروى عن عثمان أنه قال ودت الزانية لو أن كل النساء زنين فيريد بهذه الطريقة أن يوقع غيره في شباك هذه المعصية وفي هذه الخطيئة إذن هذه القضية الأولى وهي قضية من الناس من يريد مثل هذا ينشر الفاحشة أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة النوع الثاني من الناس لا هو نوع يريد ما يسمى بجلد الذات يعني أناس ارتكب الذنب والمعصية فيحتاج وهذا يعني جانب نفسي يريد من يلومه يريد من يعذله يريد من يسبه يقول كيف تفعل وأنت بمثل هذا فهو يشعر بحرارة حرارة الذنب والمعصية ولا يطفئها إلا بتبكيت وتأنيب وإلا بزجر وكلام خشن يريده من الناس وهذا أيضا خطأ فكل الطائفتين على خطأ نسأل الله تعالى الهداية للجميع والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يستتر إذا وقع في الذنب وإذا وقع في الخطيئة ولذلك نجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه رجل قبل صلاة العاصر فقال يا رسول الله إذا قد كنت في أطراف المدينة ووقعت يعني حصل بيني وبين إمرأة لكنه ما زنا بها لكن حصل مقدمات فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تعظ وما أعجبه هذا السؤال فلما ول الرجل أبعث النبي عليه الصلاة والسلام وراءه من يتلو علي هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل يا رسول الله أله خاصة قال لا بل لأمة إلى يوم القيام ولذلك الإنسان إذا وقع في ذنب وقع في خطيئة وبينه بين مثلا يعني شخص آخر وما ترتبت عليه حقوق فليستتر بستر الله ولا يجوز له أن يفضح نفسه ما يجوز له يجيه حتى ما ينبغي له أن يأتي إلى المفتي ولا إلى إمام المسجد ولا إلى أحد إلا إذا كان يريد أن يعرف هل هناك يترتب عليه مثلا شيء شرعي مثلا أما الأصل المسلم يحمل هذه العقيدة فيكون تكون توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى يتوب إلى الله جل وعلا ولا يجعل هناك واسطة ولا يأتي إلى شخص ما يحتاج ما يحتاج فالله جل وعلا غفار للذنوب وهو ستير يحب ستر سبحانه وتعالى يذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي بقومه وكان الأنبياء كان الأنبياء يستسقون فخرج موسى يستسقي واستسقى فلم يمطروا فصعد الجبل فقال يا رب ما مطرنا فقال إن عبدا من عبيدي بينكم خطاء مرتكب لذنب وخطيئة فقام موسى خطيبا في قومه فقال أيها الناس ما مطرنا إلا بسبب عبد من عباد الله بيننا ارتكب الخطيئة ثم هذا الرجل لما سمع سمع موسى وهو يقول هذا الكرام فقال موسى فليقم فليقم يعني يظهر ويخرج من بيننا فالرجل وضع رأسه في جيبه تعرفون إذا جلس الإنسان جلسة المحتبي ووضع رأسه في داخل ثوبه وتاب إلى الله عز وجل تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فنزل المطر وأمطر مطرا مدرارا فنادى صعد موسى الجبل فقال يا رب مطرنا قال نعم تاب عبدي تاب عبدي فقال موسى يا رب أريني أريني هذا العب من هو فقال يا موسى لقد سترته وهو يعصيني فكيف أفضحه وقد تبت عليه الله أكبر يا موسى لقد سترته وهو يعصيني فكيف أفضحه وقد تاب إلي ولذلك المسلم يتوب إلى الله نحن في ديننا ليس عندنا كهانوتية ما عندنا أنك تتوب عند الشيخ واللي عند مطوع واللي عند إمام المسجد لا تتوب بينك وبين الله وما في داعي أنك تخبر الناس عن خطيئتك وذنبك الواجب عليك أن تستر على نفسك ولذلك للأسف الشديد يأتي بعض الناس يرتكب ذنبا في الليل وقد ستره الله ستره الله ما أحد يطلع عليه ثم يأتي في النهار فيفضح نفسه يقول والله البارح أنا وقعت في كذا شربت الخمر أو زنيت أو سرقت أو فعلت أو كذا والله ستر عليه فيأتي وقد فضح نفسه نسأل الله العافية والسلام والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان إذا وقع في الذنب وقع في الخطيئة يستر على نفسه ولا يجوز له أن يفضح نفسه والواجب على الإنسان أيضا أن يستر أيضا على عورته ولا يظهر عورته لأحد فإن الله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ورأى رجلا يغتسل في البراز في المكان يعني مثل ما يقول في الصحراء يغتسل فقام خطيبا على المنبر فقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ثم أمره بأن يستتر الإنسان إذا أراد أن يغتسل وأن لا يري عورته إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه وإذا خلى بينه وبين الله فالله أحق أن يستحي منه حتى ربك جل وعلا تستحي منه بمعنى لا تمارس أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر ستر عورة أهلك من الزوجات والبنات والأخوات أنت مسؤول عنهم أمام الله جل وعلا تأمرهن بالحجاب تأمرهن بالاستتار تأمرهن بطاعة الله وبترك معصية الله جل وعلا أنت مسؤول عنهم ولو قدر وارتكب ارتكبت إحدى الإناث خطأا فالواجب الستر وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يذكر أختا له بأنها وقعت في الفاحشة وتقدم إليها رجل وأراد أن يخطبه فيقول أخبره فزجره عمر وهدده بالضرب أنه فضح عرضه ولذلك الإنسان يجب عليه أن يكون متوازن وأن يقدر المصالح والمفاسد فإذا اجتمعت مفسدتان ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب إحداهما فيدفع الكبرى بارتكاب يدفع يفوت الكبرى بارتكاب المفسد الصغرى فالإنسان يجب عليه أن يستر نفسه للأسف الشديد أيضا شيء والله مؤلم مع هذا الفضاء المفتوح مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية مع هذه البرامج برامج التواصل الاجتماعي والله إن الإنسان لينقضي عجبه من قوم ومن أناس ولسيما جنس الإناث من كشف ما أمر الله بستره ولذلك للأسف بعض الإناث يظهرن أشياء والله قد لا تظهر حتى للزوج قد لا تظهر حتى للزوج أو قد تظهر للزوج فقط يظهرنها ويعرضنها أمام الناس في صورة فاضحة خطيرة جداً وهن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلمن بأن الله مطلع عليهن ناظر إليهن وأن هذه الأعمال إن كان أن كن ينسينها فالله تعالى يقول أحصاه الله ونسوه هذا أمر عجيب والله أن بعض الناس يكشف ما أمر الله بستره يكشف ما أمر الله بستره ويفضح ما أمر الله بكتمه ولذلك بعض الناس يعني يأتي فيذيع المعصية ويذيع ما ارتكبه أمام الناس فعلت كذا وفعلت كذا أو ما يعتدي به بعض الناس على الآخرين من كشف عوراتهم أو من فضح أسرارهم أو من كشف أخبارهم التي لا يحبون أن يراها أحد بل الأعجب أن بعض الناس أصبح يتاجر بهذا بمعنى أنه يتكسب من وراء هذا ملاحقة الناس وملاحقة مثلاً بعض المشهورين أو ملاحقة بعض الناس ومحاولة يعني كشف أخبار الناس والدخول إلى بيوت الناس وعلاقات الناس هذا أمر غاية في الخطورة النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته يعني لو أن رجلاً حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم وحصد ما يجوز لأبيها أن يقول لماذا ضربت زوجتك ولا يجوز لأبيها ولا لأمها هذه علاقات اجتماعية علاقات خاصة الآن للأسف الشديد اعتداء الآن على خصوصيات الناس أصبح الناس الآن يعتدون على خصوصيات الآخرين ويكشفون المستور ويفضحون المخبأ والله بدعوة الحرية أي حرية هذه ومن الذي يقول بأن هذه الحرية هذه هي الحرية هذه لا يقرها لا شريعة سماوية ولا قانون أرضي أبداً ما يمكن أن يقر ولا أن يوافق على أن يقوى الله هذه حرية ولذلك هناك يعني من الناس من تجاوز هذا الحد والله عز وجل ستير يحب الستر فإذا كان الله أمرك أنت أنت أن تستر عورتك وتستر أمورك فكيف تعتدي على الآخرين حتى أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا هذا نوع من التجسس ولذلك من وسائل عدم الستر من الوسائل التي تقضي على الستر هو التجسس أو إساءة الظن مثلاً هذا كله يقود إلى إلى الاعتداء على الآخرين وعلى كشف خصوصياتهم الأمر الآخر مراقبة الناس دائماً يعني بعض الناس وللأسف يراقب الناس في لباسهم في أكلهم في شربهم في مركبهم في مسكرهم في أحوالهم هذا أمر غريب يعني كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع الإنسان يجب عليه أن عليك بخاصة نفسك عليك بخاصة نفسك أما قضية أنك تعتدي على الآخرين بمثل هذا هذا مما حرمته الشريعة ولذلك يقول الأول إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئن فكلك عورات وللناس أعين والحكمة والشعراء لهم أشياء من هذا والعرب ماذا تقول يقول من دق الباب سمع الجواب ولذلك الله عز وجل يبتلي كثير من هؤلاء يبتليهم في أعراضهم في أعراضهم والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول يقول من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جو في بيت ولو في جو في بيت ولا يقول واحد والله ما جاني شيء لا سيأتيك سيأتيك فالمقصود بأن الإنسان يتق الله ويخاف الله ويستر على نفسه ويستر على الآخرين وكذلك إذا رأيت إنساناً مذنباً أو مخطئاً لا تفرح ولا تتشفى ولا تفرح وإنما تستر وتغير بالذي تستطيع فالمؤمن يغير ولا يعير والمنافق يعير ولا يغير هذا واقع الناس فإذا أنت من أي صنف من أي صنف وأنت من أي صنف من الذين يعيرون هذا صنف المنافقين أما من الذين يسترون ويغيرون بالذي يستطيعون هذا أهل الإيمان فالمسلم يستر ويغير بالقدر الذي يستطيع وأما المنافق فيفضح ويعلن ولا يغير ويفرح بهذا نسأل الله العافية والسلامة والمقصود إخواني وأخواتي بأن المسلم يجب أن يعيش هذه العقيدة وهذا الخلق العظيم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء تعرفون قصة ماعز الأسلمي ماعز الأسلمي رضي الله عنه اخترف ذنبا من الذنوب ووقع في الزنة فلما جاء إلى أبكر الصديق أخبره أخبره وقال يعني يكني عن نفسي بأن وقع فيه فزجره أبو بكر وقال اذهب واستتر ثم مرتاح ثم ذهب إلى عمر قال إنه زنى فزجره وقال استر على نفسك مرتاح ثم جاء إلى ابن عم له اسمه هزال فأخبره فقال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على الأمة بعدة مناصب منها الإمامة الكبرى ولي الأمر ومنها القاضي كونه قاضي على الأمة ومفتيا للأمة ونبي يبلغ الرسالة والدين فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال بأنه وقع في الزنة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأدار وجهه كان في المسجد ثم جاءه من الجانب الآن قال إنه وقع في الزنة فأدار وجهه أربع مرات ونفسلم يتركه فقال أبكر أنت أم ثيب قال ثيب قال خذوه فارجمه والنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هذه مسألة دقيقة ما يلاحظه كثير من الناس ما سأله عن المرأة التي زنى بها وهذا من من الستر الذي أمر الله جل وعلا به وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له من هذه المرأة التي زنيت بها تركه هو الذي جاء بنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم بأن ابن عم ابن عمه هزال هو الذي قال له اعترف عندنا وسلم زجره وتغيض عليه فقال هل لا سترته بثوبك هل لا سترته بثوبك لاحظ الثوب لما أي شيء أمامك تستره بالثوب يغطى كاملا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هل لا سترته أو استكتمت الأمر لا قال سترته بثوبك يعني ما تذكر شيء أبدا تغطيه تغطيه كاملة ما كأنه عمل شيء هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام هذه أخلاق أهل الإسلام هذه أخلاق المؤمنين وهي الستر ومحبة الستر على الآخرين هذا خلق الستر ولذلك الإنسان إذا وجد أحدا وقع في معصي أو ذنب لا يفرح ولا يشمت ولا يعني يذيع مثل هذا الأمر بل يستكتمه ويستر على هذا الإنسان وإذا استطاع أن ينصحه بالقدرة التي يستطيع القدرة التي أعطاه الله عز وجل يستطيع من خلالها إيصال النصيح فليفعل هذا هو المؤمن يستر ويغير وينصح بخلاف الكافر فإنه العذو بالله يفجر ويفرح ويفرح بمثل هذه الذنوب ومثل هذه الآثام هذه أخلاق يا أخواني بارك الله فيكم مهمة جداً للأسف الشديد نحن مع هذا العالم المفتوح مع ضعف الثقافة الشرعية مع يعني اختلاط العادات وتقاليد طارئة على مجتمعاتنا أصبح بعض الناس هو الذي يذهب بنفسه ويكشف أخباره ويفضح أسراره ويكشف عوراته نسأل الله العافية والسلام أصبح بعض الناس لا يبالي أن يظهر شيء من بدنه أو المرأة تظهر شيء من بدنها أو الرجل ويجعله منشوراً حتى يبلغ الآفاق يصل الشرق والغرب ألا تتق الله ألا تخاف الله ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا وأن الذنوب ديون الذنب دين ولا تفرح بأنك رأيت إنساناً على خطيئة أو ذنب ثم أذعته فإن الله سيبتلك وهذا سنة الله الكونية ما تتبع مسلم عورة أخيه المسلم ثم كشفه وفضحه إلا فضحه الله وابتلاه في قعر بيته في قعر بيته ابتلاه من الله سبحانه وتعالى لاحظ في المقابل من سترى عورة مسلم سترى الله عليه في الدنيا والآخر يا الله ما أجمل هذا الخلق أنت الآن لما تشوف شخص مثلاً ارتكب ذنب أو معصية فسترت عليه ها الله بيسترق لأنك ممكن تتعرض لمثل هذا ممكن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطاء إن التوابون قد تتعرض لموقف مثل هذا أو أشد فيسترك الله يستر جل وعلا لك من يسترك ومن يغطي عليك وكذلك يوم القيامة من سترى مسلماً ستره الله في الدنيا والآخر يوم القيامة يسترك الله عز وجل يوم يقوم الناس عرات حفات غرلاً بهمة يسترك الله عز وجل ستراً عجيباً والمقصود أحياناً المعنى من سترى مسلماً باللباس يعني من المسلمين من يكون فقيراً مثلاً معدماً لا يجد لباساً فيعطيه اللباس فيستره والمعنى الآخر من سترى مسلماً وقع في ذنب أو وقع في خطيئة فيستر عليه بمعنى أنه يخفي هذا الأمر وهذا منهج رباني هذا أمر أمر الله جل وعلا به والنبي عليه الصلاة و سنطبقه وترجمه ترجم عملية ترجم عملية ولذلك يذكر عن عمر بن الخطاب أنه كان مع عبد الرحمن بن عوف ومروا في طريق فسمعوا لغطاً في بيت أحد يعني الوجهة وأحد الكبار ولما اقترب عمر كأن هناك يعني شرب للخمر أو شيء فتشاوره وعبد الرحمن ابن عوف ماذا يفعلون يقتحمون أم يتركون الأمر فانتهوا إلى التحاكم إلى إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قال الله تعالى اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن يثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولذلك انصرفا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول سأله سائل يقول أدخل بيتاً فما أدري شيء غطي هل أكشفه أم لا قال لا تكشفه لا تكشفه ليس لك الحق أن تكشف هذا الشيء يعني يقول أخشى أن يكون خمر أو مثلاً عود مثلاً من آلات العز مثلاً قال لا تكشفه أتركه هذا والستر هذا أخلاق أهل الإسلام أما يعني اختطاف بعض الأحكام اختطاف بعض الأخلاق وتوظيفها توظيف بعيد عن هدي النبي سلم فهذا ليس من دين الله في شيء ليس من دين الله في شيء نحن لسنا أحرص ولا أغير على محارم الله من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الستر وكان يعني يتغير ويتغيض على من يأتي ويكشف ذنبه وقد ستره الله جل وعلا عليه وقد ستره الله جل وعلا عليه ولذلك ذكر قاعدة من اقترف شيئاً من هذه القادرات فليستتر بستر الله استتر بستر الله ستر عليك ستر عليك وتجي تفضح نفسك ولذلك أخواني وأخواتي مهم جداً أن نتعامل وفق هذا المبدأ الإنسان مع نفسه ومع ومع من له يد عليهم زوجة وأولاد وأخوات وأهل يجب عليه أن يتخلق بخلق الستر بخلق الحياة ويأمر أهله بذلك كذلك مع الآخرين فيما لو إذا وقعت عينه على أمر يعني منكر أو على شخص يمارس ويتعاطى ويتلبس بذنب أو خطيئة أو أمر محرم عليه أن يستر عليه عليه أن يستر هذا هو الذي جاء به ديننا الحنيف كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم لأن الناس على ضربين سواقه وأناس يعني مشهورين بالفجور والانغماس بالمعاصي وأناس محترمين لهم مكان أو منزلة مجتمعية أو مكان بين الناس وقد يخطئ ومن الذي لا يخطئ فسنة الله في الخلق والعباد أنهم يخطئون ويذنبون فإذا رأيت شخصا من ذوي الهيئات من ذوي المكانة من ذوي المنزلة وقع في خطأ أو رأيته على ذنب ومعصة فاستر عليه أقيل ذوي الهيئات عثراتهم أما إذا كان إنسانا متهتكا أصلا غير مبالي يعني ممكن أن يعبر عنه بأنه محترف للذنب والمعاصي مجاهرة فهذا لا خير فيه هذا لا خير فيه لذلك عندنا يا إخواني وأخواتي ضوابط مهمة في هذه المسأل عندنا ضوابط مهمة يعني ليس كل ذنب يستر عليه ها انتبهوا الضابط الأول إذا كان الشخص مشهورا بالفسق والفجور وداعية إلى ذلك لا هذا لا يستر عليه يبلغ عنه الجهات ذات الإختصاص أو يحذر منه الناس مثلا قال انتبهوا انتبهوا من هذا الإنسان رجل مثلا مشهور والعاذ بالله مدمن مخدرات ويحب الناس كلها يدمنون ما نقول والله نستر عليه هذا مدمن يحذر منه أو تبلغ الجهات أو السلطات مثلا ضابط آخر مثلا شخص مثلا جاء ليخطب مثلا أو تقدم لخطبة امرأة فسئلت عن هذا الرجل وأنت تعرف بأن هذا الرجل في واقع الأمر متهتك أو مثلا من الناس اللي والعاذ بالله عندهم من الفسق والفجور هذا لا تقول والله أستر عليه لماذا لأنك ستورط امرأة مع هذا الرجل وربما تشارك في 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 الإثم حينما يمارس عليها ممارسات خاطئ أو مغلوطة أو العياذ بالله تكون يعني تعيش في جحيم معه تكون أنت السبب لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن فلكن ليس بالضرورة أن تقول والله تعدد عليهم معاصيه ذنوبه لكن مثلا تعرض بالكلام تقول والله أنا أنصحكم تشوفون غيره مثلا أنصحكم تشوفون غيره يعني تعرف بأنه يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ويمارس مثلا الزينة والعياذ بالله مثلا وسئلت عنه ليس بالضرورة أن تقول والله هذا فيفعل كذا وكذا وجاء يخطب بنتهم مثلا ما يعرفون مساكي أن تقول شوفوا غيره أنا أفضل أنكم تشوفون غيره ابحثوا عن غيره ابحثوا عن من هو أصلح منه يفهمون الناس يفهمون أمر آخر الذنوب التي فيها تهديد لأمن المجتمع يعني مثلا هناك أناس يرتكبون ذنوب لكن هذه الذنوب فيها ضرر على المجتمع ضرر على المجتمع كالذنوب التي تحمل أفكار تكفيرية أفكار غلو وتشدد أو مثلا الذنوب فيها معاصي أو لها آثار مدمرة على المجتمع هذا لا يجوز ستر عليه هذا يكون الإنسان شريك مع هؤلاء في الخطيئة وفي الإثم لكن يستطيع أن يعالج وينصح ويدرأ ما استطاع أما إذا لم يستطعوا وعرف بأن الوضع بلغا أي مبلغا لا يمكن لمثله أن يدفعه يجب عليه أنه يستعين بولاة الأمر يستعين بالسلطات يستعين بأهل العلم في مكافحة ودرأ مثل هذه الأشياء ولذلك مهم جدا أن نفهم هذه الضوابط لأن بعض الناس قد يعتقد يقولك والله مثلا مثل ما تحدثنا اليوم عن الستر وعن كذا قد يفهم بأن هذا يجري على الجميع لا ليس صحيحا ليس صحيحا أنه يجري على الجميع وإنما يجري على أناس دون أناس بالضوابط التي ذكرتها قبل قليل إخواني وآخواتي ما فوائد الستر ما فوائد الستر وما آثار الستر هذا الخلق العظيم أولا أنك تكون مستجيب لله عز وجل ومطيع للنبي عليه الصلاة والسلام لما تتخلق بهذا الخلق يصبح لك سجية وسلوك ويصبح لك شعار تكون مستجيب لله ومطيع للنبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ولذلك أنت بهذا الخلق تظهر الإيمان اللي في صدرك على أنك مستجيب لله لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم طبيعة النفس البشرية تحب كشف الأخبار تتفقون معي ولا لا؟ أنا أعتقد بأنك تتفقون معي طبيعة النفس البشرية تحب تتبع الأخبار وتفاصيلها وين وصلت وين كذا طبيعة هذا الشيء شيء في النفس البشرية والعجيب النفس البشرية لا تقف عند حد بل فيه إغراء بمعنى أنه لو جاء خبر مثلا تحب أن تصل إلى أقصى نقطة من هذا الخبر ولذلك أنت لما تقف على مسألة تتخلق بخلق الستر هذا الدليل ومظهر على أنك فعلا محب لله ومحب للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أن الستر يعني ثوب جميل فضفاض رائع يمثل أو يعكس صورة جميلة عن أهل الإسلام ولذلك لما يتخلق أهل الإسلام جميعهم أو أغلبهم بالستر سيعكسون صورة جميلة للبشرية جمعاء على أن هذا الدين دين عظيم الأمر الآخر أن الستر في واقع الأمر حينما يتخلق به الإنسان ويجعله سلوك يجد طمأنينة في قلبه وراح في صدره وانشراح ويجد لين في عليكته لماذا؟ لأنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء انتصر على شيطانه فيجد هناك يعني قوة عجيبة غالبة على نفسه هذه قوة أهل الإيمان قوة الإيمان بخلاف الإنسان الذي والعياذ بالله يسعى في قضية عدم الستر وكشف الأخبار وإذاعة هذا ما يطمئن دائما قلق أمر آخر الستر لك لا عليك كلما تخلقت بخلق الستر فهو لك لا عليك يعني مثال الله عز وجل يقول من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة الستر المسلم لما تستر مسلم يسترك الله في الدنيا ويوم القيامة وما في أحد يتمنى أنه يفضح إذا ارتكب ذنب أو وقع أحد من أهله في ذنب ولذلك الجزاء معجل وهو أن الله يسترك في الدنيا ويسترك يوم القيامة بخلاف الفضيحة لما تفضح وتتبع ورات الناس ستفضح في الدنيا وأيضا تفضح يوم القيامة أمر آخر لا شك بأن الستر يجسر ما بين المسلمين يقوّل روابط الاجتماعية الستر يكون سبب من أسباب رجوع الإنسان إلى دائرة الحق بخلاف الفضيحة ولذلك الإنسان الذي يستر عليه جزما إلا يشاء ربك سيرجع إلى المظلة الآمنة من الإيمان والطاعة والخير أما إذا فضح وانكشف أمام الناس وأذيعت أخباره ففي هذه الحالة سيدخل الشيطان هنا ثم بعد ذلك يجره إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة ويقول خلاص مدام أنا حصل أنه عرف الناس مثلا ذنبي وخطيئتي فيبدأ والعياد بلا يتهتك ويسلب الحياة نسأل الله العافية والسلامة حقيقة الموضوع موضوع يعني ذو شجون والجعبة ملأة ومسائل كثيرة فيه لكن لعلي أكون قد لملمت أطراف هذا الموضوع وحرصت إن شاء الله أن أكون أديت المقصد والغرض وهو مقصد شرعي وديني عظيم جدا وهي مسألة الستر أسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض سألوا جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه ألتقيكم غدا بحول الله وقوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون